بيبدأ الفيلم بهازل اللي بتحط مايكب وبعدها بتروح تشوف الرجل اللي قتلته ولما بتتأكد ان ما فيش اي حاجة تثبت ان هي اللي قتلته بتخرج من قطه وبتقول انها هترمي ماضيها كل وراها وهتبدأ من جديد وبعدها بنشوفها وهي في المطعم بتاعها وتلاتة مزدبين بتاعها بيديقوها فبتقلب منهم الكلوب اللي هيكلوا ويمشوا على طول وبعدها لما بنتها جوي بتشوفها وهي ما بترضاش تاخد تمن أكل قائد الشرطة لويس وبتقولها انها فتحة مشروع ولازم تاخد فلوس من كل اللي بيأكلوا في المطعم فبتعرفها مامتها انهم ممكن يحتاجوا الخدمة منه ووقتها هيردلها اللي هي عملته معاه وبعدها بتطلب منها تخلي حبيبها ترافيس يطلب حاجة لانه قاعد في المطعم بقيل ومدة كبيرة بيتفرج عليها فبتعرفها انه طلب فطار وبعدها بتطلب منها تديلها فلوس الجامعة اللي هي شايلها لدراستها لكن مامتها بترفض وبتعرفها انها مش هتديها فلوس دراستها علشان عارفة انها هتصرفهم على حبيبها العاطل فبتفهمها انها بتحب وهتروح تعيش معاه ومش عايزة تدخل الجامعة ولما مامتها بترفض بتقولها انا عندي 19 سنة ومش محتاجة لموافقتك وبتقولها ان عمرها محبة علشان كده مش حاسة بيها ولما بتطلب منها تقولها مين باباها ما بتردش عليها ووقتها جوي بتسيبها وبتروح لوحد اسمه إليوت وبتطلب منه حساب الأكل اللي كله فبيقولها انه مفيش معاه فلوس فبتتنرفز عليه وبتسأله عن السبب اللي بيخليه يطلب أكل وهو مفلس ولما بتتدخل مامتها بيعرفها انه بقيله يومين ما كلش وكان جعان جدا وبيقولها انه كان جراح مشهور فلوس أنجلوس قبل ما ييجي كاليفورنيا لكن حصلت له ظروف اتسببت في الحالة اللي هو فيها دلوقتي فبتطلب منه هزل انه يشتغل عندها في غسيل الأطباء وبيوافق وبعدها بتوريله المكان اللي هيبات فيه وبعد كده بتكون هزل قاعدة قدام العربية المتنقلة لعيشة فيها جنب المطعم ووقتها بنتها بتفاهمها ان إليوت ممكن يطلع قاتل متسلسل ويخلص عليهم وهم نايمين فبتفاهمها انها عندها نظرة في الناس علشان كده هي متأكدة ان إليوت إنسان كويس وبعدها بتفتح جوي معاها موضوع فلوس الجامعة تاني لكن هزل بتفاهمها انها مستحيل هتاخد منهم حاجة وتصرفهم على ترافيز اللي بيستغل لها ووقتها بيوصل ترافيز فبتركم معاه العربية وبتطلب منها مامتها تكون في المطعم الصبح لإنه عندهم شغل كتير ولما ترافيز بيعرف من جوي إنها مقدرتش تاخد الفلوس من مامتها بيتنرفز عليها ولما بتطلب منه ياخد هو فلوس من أهله بيرفض وبيفهمها إنه ما بيطلبش من أهله فلوس فبتعرفوا إن هما ممكن يتجوزوا دلوقتي ووقتها مامتها هتدي لهم الفلوس هداية جواز وفي نفس اليوم بالليل بتروح هزل تصحي إليوت وبتعرفوا إن هما محتاجين له في المطبخ وبعدها ترافيز بيوصل جوي للمطعم وبتلاحظ مامتها إنها لابسة نظارة شمس كبيرة ومغطية عينيها ولما بتشيل النظارة بتكتشف إن ترافيز ضربها فبيبان عليها الغضب ولما جوي بتفهمها إنه ما كانش يقصد ما بتسمعش كلامها وبتروح لقضتها وبتطلع من تحت السريرها شنطة فيها مسدس واللي بيكون من ضمن أسلحة وفلوس وقنابل موجودين تحت السرير وبعدها بتخرج وبتروح لترافيز الورشة بتاعت صاحبه ولما بتقوله إنها عايزة تتكلم معاه على انفراد بيتريق عليها وبيعرفها إنها بتحاول تباين إنها قوية لكنها في الحقيقة أضعف من بنتها وهنا بتضربه وبتوقع على الأرض وبتكسر له مناخيره وبتهدده بالمسدس فبيفهمها إن اللي حصل لجوي كان غصبة عنه فبتاخده وبتخرج بيه من الورشة ولما بيحاول صاحبه يدافع عنه بتهدده بالمسدس وبعد كده بتحط ترافيز جوا شمطة العربية وبتكتف إيده ورجله وبتروح بيه على الصحراء وبتنزله من العربية وبعدها بترميه جوه قبر حفرته له هناك وبتقوله إنها ممكن تسمح بأي حاجة إلا إن أي حد يمس شعرة من بنتها وبعدها بتضرب عليه رصاصة ولما بتركب العربية بتفتكر لما بنتها كان عندها سنتين وخدتها وهربت من لاس فيجاس ووقتها وعدتها إن كل حاجة انتهت وهيبتدوا حياتهم من جديد وفي نفس الوقت بيشوف إليت خفير الشف اللي شغال معاه في المطعم وهو بيدي أكل الوحدة جوا عربيته وبعدها بيسيبها ويمشي وبنروح لجوي وهي بتبعت رأسايل لترافز لكنه ما بيردش عليها ووقتها بتسأل مامتها إذا كانت عملت حاجة فيه فبتفهمها إنها تكلمت معاه واتفقوا إنه يسيب الولاية فبتعرفها إن أهله كلهم مجرمين ومش هيسبوها في حالها فبتقول لها إنها مستعدة ليهم وإنها لازم تكون مبسوطة لأنها أنقذتها من النسب ده وهنا بتلاحظ هزل إن فيه واحد بيصور إليت إلي لما بيشوفه بيبان عليه التوتر ولما بتسأله تعرفه فبيقول لها لأ فبتروح للراجل وبتسأله أنت بتصور إيه فبيعرفها إنه بيحب يصور المطاعم القديمة وبعدها بيخرج من المطعم وفي نفس اليوم بالليل بيحلم إليت بحدثة عربية فبيقوم من إنه مفزوع ولما بيخرج من قطه بيلاقي هزل سهرانة لوحدها فبتسأله عن السبب الإصحاض الوقتي فبيقول لها إنه حلم بكابوس ومحتاج يخرج يشم هوى ووقتها بتفهمه إنها مش عايزة مشاكل في المطعم بتاعها وبتسأله مرة تانية إذا كان يعرف الراجل اللي كان بيصوره النهاردة في المطعم فبيأكد لها إنه ما يعرفوش بس هي بتطلم منه ويحكي لها على السر اللي مخبيه فبيقول لها إن هي لو حكيت له على أسرارها هيحكي لها على سره وبعدها بيسيبها ويمشي وبتتفاجئ هزل إن الراجل مستني بعربيته وأول ما بيشوف إليوت خارج من المطعم بيمشي وراه فبتركب عربيتها وبتمشي هي وراه لحد ما بتشوفه بيقف قدام فندق على الطريق فبتدخل قطه وبتضربه بكعب المسدس فبيفقد الوعي ولما بيستعيد وعيه بتهدده بالمسدس فبيعترف لها إنه مراسل صحفي وبيشور لها على اللابتوب بتاعه فبيتشوف فيه مقال عن إليوت ووقتها بيعرفها إنه بيدور ورا إليوت لأنه سنة 2016 كان سايا وهو سكران فعمل حدثة وماتت بسببها خطيبة إليوت فاتحبس أربع سنين ولسه خارج من السجن وبيفهمها إن إليوت كان جراح مشهور قبل الحدثة فبتاخد اللابتوب بتاعه وبتقوله إنها مش عايزة تشوفه في مطعمها تاني وتاني يوم الصبح إليوت بيسأل خفير عن البنت اللي شافها في عربيته فبيعرفه إنها بنت أخوه بس بتتكسب تدخل المطعم فبيطلب منه يدخلها المرة الجاية وما يسيبهاش في العربية وبعدها بتروح هزة اللي بنتها اللي بتكون بتعيط ووقتها جوي بتعرفها إنها عايزة تطمن على ترافز وبتقولها إنها بتحبه وإنه ضربها غصبا عنه فبتفهمها مامتها إنه هيفضل يضربها وكل مرة هيقولها غصب عنه فبتسيبها جوي وبتخرج من المطعم ولما بتخرج وراها بتتفاجئ بفيل مستنيها فبتتصدم لما بتشوفه وبيقول لها إنه بقاله عشرين سنة ما شافهاش وبعدها بيعرفها إن فون خرج من السجن فبيبان عليها التوتر ولما بتسأله خرج إزاي فبيعرفها إن المحامي قدر يطلعوا من قضية من اللي كانوا عليه وبعدها بيحدد لها معاد تاني يوم الساعة تسعة بالليل علشان تروح له وبيعرفها إنه هيكون موجود هناك وقبل ما بيمشي بيقول لها إن جوي بنتك بقت جميلة وإن قرارك كان صح لما بعدتيها عن مضيكي وهربتي بيها وفي نفس اليوم بالليل بترجع تاني جوي تطلب من مامتها تعرفها إذا كانت قازي ترافس فبتسألها مامتها إن تشك كان يممكن أقزي حد فبتقول لها لأ ووقتها مامتها بتفهمها إنها لما سابت ترافس كان عايش وبيخرج بعربية وبرى الولاية وهنا جوي بتحضنها وبتعرفها إنها خايفة عليها ولما مامتها بتقول لها إنه ما يستهلش اللي هي عاملة في نفسها ده فبتسيبها وبتاخد العربية وتمشي وبعدها بتروح تقابل واحدة صحبتها وبتشكرها لأنها عزمتها على الحفلة ولما صاحبتها بتسألها عرفتي حاجة عنه بتقول لها لأ وبتفهمها إنه أهله ما بيحبهاش وإن بابا في السجن علشان كده مش هيبلغوا البوليس عن اختفائه وبعدها بتدخل تحتافل وبترقص مع صحابها لحد ما بيوصل قائد الشرطة لويس وبياخدها معي بعرابيته وبيرجعها لمامتها وتاني يوم الصبح بتقول هازل لإليوت إن اللي كان بيصوره صحفي وبيجمع تحريات عنه فبيقول لها أنا أعرف الراجل ده واسمه والتر وإن بابا كان من المرضى بتوعي ومات وانا بعمله عملية ومن يومها وهو بيلومني على موته وبيفهمها إنه كان دكتور ناجح وفي ضربة واحدة خسر كل حاجة ومن يوم مخرج من السجن بعد حدثت خطبته ووالتر بيحاول يمسك عليه أي غلطة علشان يرجعه تاني السجن وينتقم من موت والده في العملية اللي أصلا كان قضاءه قدر فبتأكد له إنه مش هيديقه تاني وبعدها بتطلب منه وياخد باله من جوي لحد ما تروح فيجاس وترجع تاني فبيوافق وفي المعادل اللي فيل حدده لها بتروح لواكرى العصابة وهناك بيفتشها واحد منهم ولما بيتأكد إنه مش معيها سلاح بيسمح لها تدخل ووقتها بتقابل فون فبتعرفوا إنها مش مصدقة إنه خرج من السجن فبيقول لها إنه خرج بمعجزة وبعدها بيقول لفيل إنه قابل هزل وهي عندها 15 سنة ويومها كانت مشردة وعيشة في الشارع فاخدها ودربها علشان تكون قاتلة ومن يومها وهي ما خزرتهوش في أي مهمة دهالها وبعدها بيقلب منها تقتل واحد كانت تعرفه من 20 سنة اسمه بيري ولما بترفض وبتفهمه إنها من 20 سنة قررت إنها مش هتقتل حد تاني بيديها فلوس مقدم وبيهددها بقتل جوي لو ما نفذتش المهمة فبتاخد الفلوس وبتوافق التنفذ اللي طلبه منها وبعدها بتروح لإصالة لعب البوكر اللي بيري بيصهر فيها وبتشوفه هناك وهو حواليه الحرس بتوعه وبعدها بترجع للمطعم بتاعها وبتصهر مع إليوت وتاني يوم الصبح بيعزمها إليوت على العشا بأول مرتب أبضه منها لكنها بترفض وبتعرفه إنها مسافرة تاني لفيجاس بالليل وفي نفس اليوم بالليل بتروح لقاعة البوكر وبتقدر تلفت نظر بيري اللي أول ما بيشوفها بينبهر بجمالها وبيقول لها إنه مش مصد إنه بيشوفها تاني بعد مرور 20 سنة وبيطلب منها تروح معاه لقوته فبترفض في الأول لكن لما بيصمم بتروح معاه ولما بتطلع القوضة معاه بتحط له مخدر في العصير وبتدهوله يشربه ووقتها بيعرفها إنه ما قدرش ينساها طول السنين اللي فاتت وبيفهمها إنه لسه بيحبها وبيسألها عن السبب اللي خليها تمشي وتسيبه من غير ما تتكلم معاه فبترفض تقوله وبتتأثر بكلامه فلما بيجي يشرب العصير بتاخد منه الكباية وبتفضل تعيط وبعدها بترجع تاني للمطعم وتاني يوم الصبح بيبن عليها التوتر واللي بيزيد لما بتجي لها رسالة من فون بيعرفها فيها إن بيري هيسافر وهيسيب لاس فيجاس في خلال يومين وفي نفس الوقت بتعرف جوي من إليوت إنه كان دكتور جراح قبل ما يعمل الحادث اللي خطبته ماتت فيها وبعد كده بيفضل يكلمها عن الجامعة ودراسة الطب وبيفهمها إنه لما بيعالج الناس بيحسوا إنه بيعمل حاجة لها قيمة وهنا بتبتدي جوي تراجع نفسها وبتعرفوا إن هي كمان عايزة تدرس الطب علشان تكون شخصية مهمة فبيفهمها إنه هيذكر لها قبل ما تدخل الجامعة ووقتها هتكون دراسة الطب بالنسبة لها سهلة فبتوافق وبيبقى باين على هازل إنها مبسوطة جدا لأن إليوت قدر يقنع بنتها بدخول كلية الطب وفي نفس اليوم بالليل بينشوف إليوت وهوا في مكتب فون وبيفهموا إنه زرعوا في مطعم هازل علشان يكون عينوا عليها وبيقولوا إنه لازم يعرفوا بكل تحركاتها أول بول وبعدها بيطلب منه يرجع تاني للمطعم والصبح بتسأل جوي مامتها عن السبب اللي بيخليها تروح لفيجاز فبتفهمها إنها مديونة بمبلغ لواحد هناك وبتحاول تسدده ولما بتعرض جوي عليها إنها تاخد فلوس الجامعة بتاعتها علشان تسد دينها فبترفض وبعدها مامتها بتسألها إذا كانت وفقت إنها تدخل كلية الطب فبتقول لها إنها لسه بتفكر وبعدها لويس بياخد قهوته في المطعم وبيسأل هازل إذا كانت شافت أي حد غريب في المطعم مؤخرا فبتفهموا إن كل اللي بيقولها المطعم زباينها ومفيش أي حد غريب فبيفهمها إن في بنات اختفت مؤخرا وإنهم مش عارفين يوصلوا للعصابة اللي بتخطفهم وبيطلب مين هتتصل بيه لو شكت في حد وبعدها بتروح جوي تاخد طلب فيل اللي بيفهمها إنها حلوة زي مامتها فبتقوله إنها شافته مع مامتها قبل كده وهنا بتقرب منهم هازل وبتطلب من جوي تروح تشوف طلب ترابيزة تانية وقتها فيل بيعرفها إن بيري هيسيب لاس فيجاس بكرة الصبح وبيفهمها إنها لازم تنفذ اللي طلبه فون منها فبتقوله إن عمرها ما فشلت في تنفيذ أي مهمة فون الدهالها وبعد كده بتطلب منه ما يقربش من جوي تاني وبيخرج من المطعم فبيعرفها إنه هيخلي عينه على جوي وبعدها بيخرج ووقتها بتكون هزن متنرفزة جدا وبتخرج من المطعم فبيخرج إليوت وراها وبيحاول يهديها وبيطلب منها تتكلم معي على المدايئها فبتسيبه وتمشي ووقتها بيبعت رسالة الفون بيعرفه فيها إنها هتنفذ النهاردة وفي نفس اليوم بالليل بتطمن على بنتها وبعدين بتروح لإليوت وبتعرفه إنها مسافرة لاس فيجاس وبتطلب منه إن علاقتهم تبقى في حدود الشغل وبس وبعدها بتسيبه وتمشي ووقتها بيتصل بفون وبيعرفه إنها رايحة الفيجاس دلوقتي ولما بتوصل لجراش الفوندو اللي بيري نازل فيه بتبعت له رسالة وبتسأله فيها عن مكانه وبعدها بيوصل لبيري جوابه وفيه صورة جوي فبيعرف إنها بنته وبعد كده بتروح هزن لوكر العصابة بتاعت فون وبتقتل رجالته وبعدها بتضرب فون رصاصة بتيجي في دراعه ووقتها بيعرفها إنه طول عمره بيعملها زي بنته وبعدها بيقول لها إنه بيملكها زي ما بيملك إليوت اللي بيشتغل تبعه وهنا بتضربه رصاصة في نص راسه وبعدها بترجع للمطعم وتاني يوم الصبح بتتجاهل إليوت وبعدها بتسأل خفير بقالك قد إيه شغال معايا فبيعرفها إنه شغال عندها من عشرين سنة فبتفهمه إنها عايزة تكفقه وتشتري له عجلات جديدة لعربيته لإنه مخلص ليها فبيشكرها وبعدها جوي بتسألها إذا كانت سددت دينها فبتعرفها إنها سددتهم بارح وبتفهمها إنها بتحبها وبعدها بتتفاجئ جوي بترفز وراها ووشه مليان دم فبتروح للمومتها وبتطلو منها تاخد عربيتها في مشوار فبتوافق وبعدها بتدور هزل على خفير فما بتلاقيهوش فبتطلع تدور عليه برا المطعم وهنا بتلاقي واحد بيدربه وواحد تاني بياخد بنت أخوه بيحطها جوه عربيته فبتحاول إنها تدافع عنه لكن واحد من العصابة بيدربها طلقتين فبتقع على الأرض وبعدها بيختفوا خفير وبنت أخوه بيمشوا ووقتها إليوت بيطلع على صوت الرصاص وبيحط لها قماشة على جرحها وبيطلع منها ما تتحركش وتطفق فيه وفي نهاية الفيلم بيتكتب إن فيه جزء تاني للأحداث دي واستنوا لما ينزل علشان نلخصه لو عجبك الملخص متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القضي تابعوني على قناة وصفحة مروى القضي